ويوم التزوق مشروبات مشهور جدا وكلو بيقولوا عليه عبقاري لانه من مجرد ما بيدوه لحاجة كان بيعرف مكوناتها وتعملت من كم سنة فيهم بيروحانا ومن اول ما بيدخل بيلاي بصدرات متعلقة في كل مكان بيستغرب وبيقول هو صاحب المكان هنا من معجبيني ولا ايه الغريب ان اول ما بيفتح الباب وبييجي داخل بيتصدم من المشهد اللي شايفه الساقي كان التنين الشيطاني كل الزباين كانوا من الشياطين وكان شكلهم غريب جدا وفيه كائنات غريبة وسحرية بتطير في المكان كله فويو بيقى في دقيقة مصدومه بيحاول ان يستوعب اللي شايفه وان اللي شايفه ده حقيقة فعلا ولا هو بيتخيل ويش عارب حاجة قصرت على دماغه اصلا كل الموجودين بيلاحظوه بيستغربوا من انه واقف متصمر في مكانه في حالة زهول بالشكل ده ولما بيلاقيهم بيكلموه بيوجهه له الكلام بيترعب لان بيدرك ان اللي شايفه ده مش تهيئات ولا حاجة بيرجع بسرعة وكان هيوع على الارض وبيبص في المرأة يتأكد من نفسه زي الناس والوحوش اللي شايفهم دول ولا هو زي ما هو فويو بيطامن لما بيلاقيه في حالته الطبائية وبيدخل الحانة والمرة دي بيشوف الموجودين ناس عديين جدا مش وحوش ولا شغطين ولا حاجة بيتشي صاحب الحانة واللي بسميها حانة الشيطان بيرحب بيه وبيقدم له مشروب على حسابه بما انه اول مرة ييجي المكان بتاعه ولما المشروب مش بياجب فويو وبيتريع عليه بيتشي بيقول انه بيقدم لكل واحد مشروب على حسب حالته النفسية والمعنوية يعني اللي بيحب غير اللي حزين غير اللي عاوز ينسى الماضي او اللي عاوز يرجع للماضي وذكرياته كل حالة من دول ليها عنده علاج محدد غير التانية بيقول لفويو انه لسه ما عملوش المشروب المناسب له وشوية كده هيعمله لانه اشهر مشروبه ده وعملوا في حياته كلها بيديلوا مجلة كان فويو على غلافها وخبر مكتوب انه فقط حاسد تتزوق يعني حياته اتضمرت والمهنة اللي كان عايش عليها خلاص انتهت فويو بيتريع على بايتشي وبيسأله عن سر تسمية المكان بناد الشيطين ساعتها بايتشي بيقول له انه في مرة قرى بيت شهره وعجبه جدا كان بيقول ان الشيطان مخلوق حقيقي بس محدش يقدر يشوفه ولا يلاقيه بيقول له لو انت مش مصدقني بصه وراك وشوف بنفسك وراقي بالموقف كويس ساعتها بويو لما بيبص على الناس الموجودين فجأة بيلاقيهم في هيئة الشيطين بس فويو مش بيقتنع وبفتكر ان بايتشي بيقول اي كلام علشان يخدعه وخلاص ساعتها بيدخل المكان شاب بايتشي بيرحب بيه جدا بس لما فويو بيشوفه بيتصدم وبفتكر ان بايتشي حاطط له حاجة في العصير لانه كان شاف ان الشاب ده شيطاني التعلب السحري كانت عينه الشمال متصابة ومش بيشوف بيها وفجأة بيشوف بايتشي هو كمان على انه التنين الشيطاني فبيتهمه ان سحره ساعتها بايتشي بيتاري عليه وبيقول لفويو ان لهو شيطان ولا هو انسان الشاب بيطلب من بايشين انه يعمله مشروب سحري خليه شوف صاحبه القديم في الحلم انه بقاله 12 سنة ما شافوسه ما يعرفش هو فين ساعتها بويو بيقول له انه ما ينفعش يشرب اي حاجة سحرية علشان عينه المتضررة فالشاب بيقول له انه ما بيشوفش بيها وهو طفل فالحكاية مش فرقة معه المهم انه بايتشي بيسأله عن مواصفات صاحبه وبيطلب منه يحكيله عن ذكرياته معاه الشاب بيقول له انه كان من نفس سنه وكان بيهديه على طول بخبز الامح وفيه ذكريات تانية كبيرة وكتيرة كل ما يحاول انه فتكرها مش بيعرف زي ما يكون تختم على ذاكرته ساعتها بايتشي بيدي له الكوباية بعد ما حط فيها مادة سحرية وبيشرب منها وكمانه فويو فويو اول ما بياخده الكوباية بيتحياله انه واحد تاني وفي عالم تاني اما الشاب بفجأة بيشوف نفسه رجع في الزمن حياته اللي فاتت كان شيطان التعلب الروحي وكان بيطرده يا ترى بقى مين شيطان التعلب الروحي فويو اللي كان في الحياة دي صياد شياطين وما كانش بيشوف شيطاني لو بيقتله التعلب لما فويو اخطر صيادين الشياطين في العالم بيطرده بيحاول يهرب منه على قد ما يقدر بس فويو بيرمي بتعويزة سحرية علشان يتمكن منه بس التعلب كان سريع جدا بس الصدفة بيوعمل على المنحاضره بس فجأة بيلاقي جسد شاب باسمه هو شين من قرية هيدونج التعلب بيتحول لجوها الروح وبيدخل في جسد هو شين وفجأة بيلبسه وبيقوم يتحرك زي ما يكون ردد في الروح التعلب كان مستغرب مين اللي قتل الشاب ده بس بيفرح انه بالهيئة دي هيعرف يهرب من فويو ومش هيعرف يحس بتاقت الشيطانية بس المفاجأة بانه لما بيروح يشرب من الجدوى البيلاقي فويو وراه فبيترجع ان يسيبه ما يترضوش تاني لانه مش بيئز حد من البشر اصلا فويو كان مقتنع بانه كل الشيطان اللي في العالم اشراره لازم يتقتله علشان ينتهي الشر من العالم بيطلب منه انه يفكر تاني ويعيلها كده وفي اللحظة اللي كان فويو هيضربه بالسيف السحري فجأة قوة غريبة بتسحبه شين بعيد عن فويو وبينقص حياته القوة الغريبة دي كانت تنين الملك اللي بيكون هو نفسه بايت شي يعني فويو لما دخل المطعم ما كانش بتهياله لما شاب بايت شي على انه تنين ساعته فويو بيتحدى بايت شي علشان يسيب هو شين علشان يقتله بما ينشطان بس بايت شي بيرفض كانت قوة بايت شي الروحية متجسدة في شكل تنين بيدور حواليه علشان يخوف فويو ساعتها لتنين بيتقتلوا قوام الروحية بتتصادم وو شين بيستغل الفرصة وبيهرب من غير ما يحسوا بيه بس هو ماشي في الغابة بيشوف علامة مكتوب عليها حدود قرية هي دونج ما كانش عارف معنى العلامة دي ولا ليه موجودة هنا وبيكمل في اتجاه القرية بسلامة نية في الوقت اللي كانوا اهل القرية بجمعينه معهم اسلحة كتير مش اسلحة سيوف ورماح وكده لادواتهم اللي بيستخدموها في الزراعة ماهم عمرهم ما حربوا ولا دخلوا في صراع مع اي حد المهم انهم كانوا عاوزين يروحوا يهجموا القرية التانية اللي اهلاك جمعوا علىهو شين وقتلوه ولسه بيتكلموا بيقولوا علىهو شين اللي ماد بيتفاجئوا بي واقف وراهم ولما بيعرف نويين عليه بيقولهم انا ممتش يا جماعة انا لسه عايش مالوش لازمة القتال ونهدى كده شوية اهل القرية مش بيسمعولو بيدلو سلاح علشان يروح يحارب معاهم هو بيقولهم انه بتصاب اصابة خطيرة ومش هينفع يروح بس برضو بيخضوه معاهم بالعافية في الوقت اللي كان في يو لسه بيتقاتل مع بايتشي وبيقولو يستسلم ساعة بايتشي بيشرب مشروب سحر بيدله طاقة اكبر وبيهجم بيه في ويو وفويو كان عنده فضول يعرف ايه المشروب ده وبطلب منه انه يديله منه بس بايتشي بيرفض اللي ازا كان هيبادله بجزء من سحره فجأة بايتشي بيفوق في الوقت الحاضر وبيلاقيهو شي نايم وبيسأل بايتشي بقى ايه اللي شافه انه كان بيحلم حلم غريب ساعة بايتشي بيقولو انه كل اللي شافه ده حقيقة مش حلم وذكرات قديمة معفورة في قلبه وعقله الواطن فويو ما كانش يميصدق وبيسأل بايتشي ويقولو انت مين بالضبط ساعة بايتشي بيقولو انه مستني واحد بس للأسف لسه مجاش طبعا فويو ولا كان فاهم اي حاجة بيرجع على ذكرية الماضي كان بيتفق مع بايتشي على انه يديله المشروب السحري مقابل ان فويو يتنازل عن جزء من القوات السحرية اللي بيستخدمها في صد الشيطين بس بايتشي بيشترت عليه انه يسيب الشيطين الطيبة تعيش ويقتل الاشرار برحته ساعة بايتشي بيقولو ان ما في الشيطين طيبة ابدا كلهم بيئذوا الناس فايتشي بيطراهم معاه على لوشين ونشطان تعلق طيب جدا وهيرقبوه علشان يشوفوه هيتصرف ازاي ولو طلع الشرير بييقتل الناس يبقى بو يو اللي يكسب الرهان واللاتنين بيتفقو في الاقت اللي كانوا اهل القرية وصلوا عند حدود هيجي القرية الثانية وبيتخنوا معاهم وبيقولولوهم ان النهر للكل وان شرياني الحياة ماينفعش يعملوا عليه سد ويمنعوا عنهم المية معاه. وبيمشي في الغابة لوحده لا بيتخانق ولا بيدرب حد. وكان التعلب مستغرب من البشر بيعملوه. وليه بيتخانقه بيعملو حروب مع انهم ممكن يعيشوا في سلام. فجأة وهو ماشي واحد بيشده بيخليه استخبه. ان كان في مجموعة من قريت هيجي ماشيين يدور عليه لما شافوه داخل حدود قريتهم. والشاب اللي انقذوه ده يبقى تشوف بينج من قريت هيجي. ولما بيشكره بيكتشف ان بينج هو اللي كان بيحاول ينقذو برضو قبل كده او بمعنى اصح ينقذ الشاب اللي التعلب لبز اسمو. انه كان بيحاول ان يدفع عن بينج واهل القرية الجمعة لضربوه. بعدها هوشين كان هيمشي بس بينج بيوقفو بيقولو ان خطر يمشي لوحده في الغابة بالليل وبيتفق مع ان يخليه معاه. فجأة هوشين بيفقد السيطرة على قوة الروحية وكان جعان جدا. وبيبدأ ان ملامحه تتغير ويتحول له هيئته الشيطانية كتعلب. بعدها بشوية بنشوف هوشين ماشي لوحده في الغابة وهو لسه بيتقلم من شدة الجوع. وساعتها بينج بيظهر تاني وبيدي له خبز وبنعرف انه كان سابو ورجع القرية علشان يجيب له اكل. هوشين مش بيعرف يأكل الخبز اللي انه مش متعاود عليه. ما كانش بيأكل غير اللحوم والحيوانات اللي بيصطادها اصلا. بس بيضطر ان يأكل الخبز حتى انه بيجبه جدا بيأكل كل الكمية اللي كانت مع بينج. بعدها بينج بيسيبه في الغابة وبيرجع القرية. بعد ما بيتفق معاه النوم بقى واصحاب خلاص. وبنج بيطلب منه انه يستناه هنا في نفس المكان وهو هيجيب له اكل تاني ويجي قابله. تاني يوم كان ماشي مع بايت شي وخلص له المشروب السحري. كان معاه وكان عاوز تاني كمان. بايت شي بيفتح بوابة سعرية وبينتقلوا منها لحظية للمطعم بتاعه. اللي بيكون هو هو نفس المطعم اللي كان في الحاضر. المكان كله كان مليهم بالوحوش السعرية. اللي اول ما بيلمحه داخل من الباب بيت رعبه. وكل واحد بيدور على مكان يستخبه فيه. وما فيش دقيقتين اللي اول كل كانوا هربوه. عشان عارفين انه اخطر صيات الشياطين في العالم. فالمهم بقى لما بيتكلم مع بايت شي وبيأكد له انه كل الشياطين في العالم اشرار. بايت شي بيتراهم معاه رهان كبير وبيقول له. اذا لو اتعلب هوشين ازى اي حد هو هيسلم حياته لفو يو بنفسه مع انه التنين الملك. في الوقت دا كان بينج واقع على الارض في الغابة وهوشين قاعد جنبه ايده غار انا دم. معنى كده انه قتلوا فعلا. في نفس الوقت اللي فو يو بايت شي بيزهروا من البوابة السعرية جايين يتأكدوا هوشين عمل ايه. ويتابعوه علشان يشوفوا مين فيهم اللي هيكسب الراهان. فو يو بيحس بهالة شيطانية كبيرة جدا. ويعرف انه هوشين يتسبب في مشكلة كبيرة وقازى بينج او دا اللي كان فاكره علشان هو بيسيق الظن بيه. ولما بيتتبعوه اصر هوشين بيلاو قاعد بيشوي فرخة على النار في الغابة. وبينجي قاعد معاو بتكلمو مبسوطين والدم اللي كان على ايده دا من الفرخة اللي طلع سرقها من بيت زعيم القرية. نحو تعلم بقى. وبعد ما كان فيو هيعجبهم بايت شي بيمنعو بيقولو يراكز شوية ويفكر قبل ما نصرف. لانه هوشين ما بيعملش اي حاجة غلط او خطر. ساعت اهل القرية كانوا ماشيين في الغابة. بيتأكدوا اذا كان في حد من القرية التانية دخل اراضيهم. لما بيعرفوا انه هوشين وبينجي عند النهر. ساعتها بيروحوا يهجموهم علشان بنجي قاعد مع واحد من القرية التانية. وانه بالشكل دا يبقى خاين. هوشين كان هو وبينجي بيتمنوا امنياتهم. وانهم يعيشوا في سعادة طول العمر ويفضلوا اصدقاء على طول. لما فجأة بيترمي سهم على هوشين. بس بينجي بيفديه. وبيبعده. فالسهم بيجي في ايده وبيجرحه هو. ساعته هوشين بيوقف مزهول. ما كانش مستوعب ان بنجي مع انه بشري كان عنده استعداد انه يضحب حياته علشانه. حتى وهو لسه عارفه من يومين. ولما اهل القرية بيظهروا هما اللي كانوا رميين السهم كان عاوزين يقتله هوشين. بس بنجي بيمنعهم وبيدافع عنه. فويو كان عاوز الدخل. بس صباية شي بيمنعه. القرية ما كانوش مصدقين انه هوشين طيب وملوش داخل بالخناء اللي حصلت عند النهر. بس لما بنجي بيلاقيهم مصممين على انهم يقتلوا بيحاول يعرم. بقيت شي بيدخل هنا وبيسيطر على اسلحة اهل القرية. لما كانوا هيدربوا هوشين. ساعته الشابين كانوا هيربوا واهل القرية خافوا. افتكروا ان فيه شيطان شرير بيهاجمهم. في الوقت اللي بنجي هو وهوشين بيستخبه في بيت مهجور في الغابة. وهوشين بيخلي بنجي بيغمض عنيه على ما يعالج له. نفسه وبيفاهمه انه عنده وصفة قديمة وسرية مش لازم يشوفه وبيستخدمها. واول ما بنجي بيغمض عنيه هوشين بيعالجه بقوط الروحية والجرح بيختفيه تماما. بعدها هوشين بيتفق مع بنج انهم يتفرقوا. بنجي يرجع لأهل القرية ويقول لهم انه هوشين شيطان. وهو اللي اكبرني ان استنى معاه واي حوارات كده علشان يخرج من ورطة النخين. وللقرية عاوزين يعقبوه. فانا كل واحد بيمشي من طريق وهوشين لما بيمشي. بيفكر في ان دي اخر مرة يشوف فيها بنج. لان القوى الروحية اللي استخدمها هتخليه يفقد سيطرته على الجسم البشري. ممكن يرجع على حيئته كتعلب شيطاني بسرعة. ومكانش عاوز بنجي يشوفه في الحالة دي. لانه هوشين فاكر ان بنجي لما يشوفه على حيئته هيحاول يقتله. مما ان كل البشر بيكراه الشيطان وعاوزين يقتله. لما بنجي بيرجع القرية بتاعته اهل القرية بيقبضوا عليه وبيسلمه للزعيم. كان عاوزين الزعيم يحكم عليه ويعقبه ولانه خاين. وتصاحب على واحد من القرية التانية. ساعتها زعيم القبيلة بيسمع لهم لغاية ما بيخلصوا كلام خالص وبيسأل بنجي بقى. بنجي بدافع عنهوشين وبيقول له انه طيب حتى انه عالق جرح ايده. الاهل قريته تسببوله فيه. لما الزعيم بيشوف ايده بيلاقي ان فيها اثر للقوى الشيطانية. فبيعرفوا انهوشين مش انسان عادي وانه الشيطان ويصاموه اكدر منهم يقبضوا عليه ويقتلوه. تاني يوم كان هوشين ماشي في الغابة وكان بدأ يخسر كل قوى الروحية ويتحول لهيئته الاصلية كتعلب. وبيلاقي نفسه رجله وخدته النفس المكان اللي كان صهران فيه مع بنجي مبارح لما القراوين هجموهم. فجاء بيحس بحد جاي فبيستخبأ ورا شجرة. بسمعهم وما بيتكلموا عن بنجي وبيقولوا انه كان متصاحب مع شيطان. وانه قال لهم القوة السحرية واكيد يتحول هو كمان لشيطان ويزيهم كلهم. وعلشان كده زعيم القرية حبسوا. هوشين اول ما بيعرف كده بيهجم عليهم وبيضرب واحد يفقد الوعي. والتاني بيسيطر عليه بقوة السحرية. وبيعرف منه المكان اللي بنجي بحبوس فيه بالزبط. بيروح على القرية على طول من غير اي تردد. يفكر في خطرة او اي حاجة تحصل. في الوقت اللي كان بيجي تسلل وخرج من المكان اللي محبوس فيه. وراح على الغابة يدور على هوشين علشان يحزروا من اهل القرية ويكون في امان. بالليل هوشين وصل القرية وبيهاجم اهلها علشان يحرروا بنج. بحدش عارف انه هرب اصلا. واتا كان هو يين في هيئته المتحولة. وكان وشه بقى وش تعلب ويده. لانه فقط قوت والروحية بشكل كبير. ساعة اهل القرية بتكاتروا عليه وبيضربوه. والغريب ان بنجي هو كمان بيظهر وبيحدف هوشين بحجر. وبيزعال وبيقول له ايه اللي جابه هنا. بنجي بيقول له نشطان ماستحقش يكون صديق لحد. وقاله كمان انه كان بيضحك عليه وانه عارف من البداية انه شطان. وعمل الماكيدة دي كلها علشان يقبضوا عليه. هوشين ما كانش مستوعب اللي بينجي بيقوله. ومش مصدق. انه كان بيتعامل معان بارة حلوة جدا وكانوا فعلا اصدقاء بجد بيحموا بعض وبتردوا من القرية. وقتها كان بيرائب هو الموقف من بعيد. كان هيدخل. بس باية شي بيمنعه بيقول له يستنى للنهاية وميستعجلش في الحكم. هنا بنعرف ان بنجي عمل كده علشان يحمي هوشين ويقدر يخليه يهرب. واهل القرية ما يطردهوش. ولما هوشين بيروح الغابة بيكتشف ان الحجر اللي بنجي رمى به ما هو الا قطعة خبز محروقة. ساعتها بيفهم اللي صديقه عمله. انه كان بيساعده يهرب من القرويين وبس. بيحس ان بنجي في خطر. فبيرجع بسرعة على القرية وفعلا كان عنده حق. لان اهل القرية كانوا الجامعين حوالين بنجي بيسلموا لزعيم القرية. كانوا رايحين الغابة علشان يطردو هوشين ويتلوه. بس بيتفاجوا بيه قدامهم. ساعتها هوشين بيهاجمهم ويعاوز يعرف منهم فين بنج. بس الكل بيتجمعوا حوالي وبيضحنوا ضربه وكانوا يقتلوه. بس في اللحزة دي بايت شي بيدخل وبيهاجموا. بيستخدم قوة السعرية في ان يخليهم كلهم يفقدوا الوعي. وده بيدي الفرصة لهوشين ان يروح يدور على بنج في بيت زعيم القرية. الغريب انه لما بيدخل بيتفاجئ ان بنج بروح شريرة او بمعنى صحف روح شريرة سيطرت عليه ولبسيته. بنعرف ان بنج لما كان مع زعيم القرية بيحقق معاه. زعيم القرية بيظهر على حقيقته. بيطلع ان هو الروح الشريرة اللي كانت موجودة في القرية. وانه بقاله سنين بيحاول انه واقع بين القريتين ويتسبب في قتال ما بينهم. ولما ظهر روح التعليب الشيطاني جات له الفرصة علشان يلبس جسم هوشين وسيطر على قوته ويتغزى على روح العداء والقتال بين الناس. الروح الشريرة ساعتها بتتقل لجسم بنج بانه هو الاصغر في السن. لما زعيم القرية كان عجوز وقوته ضائفت. الروح الشريرة بتدخل في عين بنج والزعيم بيموت. ساعتها هوشين كان وصل. ويهاجم بنج لما بيعرف ان الروح الشريرة وكان عاوز يخرج من جسم صاحبه. لان لو فضل جواه كتير وعي بنج هيبدد وعيموت. الروح الشريرة بترفض. وهوشين بيهاجمه وكان هيخنوه. بس في اللحظة دي فويو بيظهر وكان هيئة البنج بالروح الشريرة اللي جواه. ساعتها هوشين بيمنعه بيقوله انه صديقه انه انسان مش روح الشريرة. ساعتها هوشين بيهمس لفويو بيقوله انه عنده خطة. منها ينقل صاحبه ومنها هيئت له الروح الشريرة. برا كان بايت شي متكتف على الارض. ان فويو كان عاوز يتدخل وبايت شي كان بيمنعه. فما كانش فيه حل غير ان فويو يكتفه. جواه البن بقى كان بيستفز فويو وبيتري عليه. انه ما بقاش قوي زي الاول. ودلوقتي خايف يئت الانسان مع انه بيئت للشياطين عادي جدا ومن غير تفكير. ساعتها هوشين بيتفق مع الروح الشريرة انه يسيب بينج ويخرج من جسمه ويدخل في جسمه هو ويسيطر عليه. هوشين كده على استعداد انه يضحب نفسه مقابل انه ينقص صديقه بينج. فعلا الروح الشريرة بتخرج من جسم بينج وبتدخل جسم هوشين من عينه الشمال. بيستقر فيها. وعلى طول في حركة واحدة فويو بيخطب الروح الشريرة في عين هوشين علشان ما يعرفش يسيطر عليه. بينج بيوعى مغمى عليه. بس لما بيفوقه بيشوف هوشين في حالته دي بيحاول يطمن عليه. وهوشين كان بيستخبى منه علشان ما يعرفوش على حياته. بيتفاجئ ان بينج كان عارف من البداية انه روح التعلب الشيطاني. كان يوم ما انقزه اول مرة في الغابة كان ديله ظاهر. ولما كان بيعالجه. بشه وهو تعلب ظاهر برضو. بس ما كانش بيقول او عرفو انه عارف حقيقته. لانه ما كانش فارق عنده غير انهم اصحاب. حتى لو كانوا مختلفين. ده بشري وده تعلب سحري. لان قلوبهم زي بعض. عندهم نفس الامنيات ومش بيحبوا ازية الناس. ساعتها هوشين بيفرح. بس بحركة واحدة بيخلي بينج يغم عليه. وبيطلب من فويو ان يقتله علشان الروح الشريرة تبدد وما تأزيش حد تاني. فويو بيخرج من السيف السحري والروح الشريرة كان بتحاول تكسر الختم اللي عمله فويو بس مش بتعرف. وفويو بيسأل هوشين عن امنيته. ساعتها هوشين بيقوله انه عمل حاجات كتيرة شريرة. سرق الفراخ من اهل القرية واكلها. وده كان اقصى حاجة شريرة عملها في حياته. وبتمني انه ينجح في حياة تانية ويبقى صديق تاني مع بينج. بعدها فويو بيطعنوا بالسيف السحري ومرة واحدة بيختفي هوشين وبيبخر. تاني يوم بنسمع صوت هوشين وبيقول انه ممتش وان لسه روحه موجودة في العالم. وكان فويو بايت شين عملوله تمثالي يخلده بيذكره. بنعرف ان فويو لما هاجم هوشين وقتله استخدم كمية كبيرة من قوات السحرية علشان يقتل للروح الشريرة من غير ما يقتل لهوشين ولا بيحصل ان جاوها الروح لسه موجود. كل الحجاية ان جسده هو اللي تلاشى وهو المبايت شي بيلمح بينج جاي بيختفي هو وفويو وبيرقبوه من بعيد. بنج بيجي يزور ضريح هوشين وبيقول له انه عرف من الناس انه هو اللي انقذهم. بس الاسف هو مش فاكر اي حاجة تخص التعلب. وبيسيب له المشروب اللي كان بيحبه هوشين والخبز كمان. ولما بيلاقي مجموعة من الناس رايحين الجبل يدوروا على فطر السحر بيروح معهم يدلهم على الطريق. بعدها بيفوق هوشين في الوقت الحاضر في الحانة وكان هو وفويو ناموا من غير ما يحسوا. الغريب انه هوشين لما بيفوق كان تاني الشمال يتعافت ورجع يشوب بيها تاني. كان مستغرب جدا وفرحان انه شاف صديقه بنج اخيرا في الحلم. مش عارف ان ده مش حلمه وانه كل ده حصل فعلا في الماضي او في حياة تانية. الدليل على كده عينه اللي تعافت. ساعة هوشين بيطلع تليفونه وباتصل بصاحبه بنج اللي كان ناسيبه قاله سينين. لان زاكرته كانت مختومة. الاغرب انه فيو يولي يعتبر فاقت حس التزوق لما بيجي يشرب تاني بيتفاجئ بمرارة العصير. وبيزعق لبايت شي. مش واخد باله انه حاس التزوق رجعت له تاني. هوشين قبل مهمشي كان ساب قطعة خبز البايت شي. بس فيو يولي بيأكلها. وساعتها بيزور وكان هيموت. بيطلب ميا من بايت شي. ولما بيشرب بيتفاجئ ان ردت له الميا بنت جميلة. اول ما بيشوفها بيرجع تاني في الماضي ويشوفها على حقيقتها. ومعها خنجر وبتطلب منه ان يقتلها وبتقول له انها الشيطانة. البينت دي كان اسمها تطلب من فيو يو ان يقتلها. بس هو بيقول لها انه بيقتل الشياطين بس. بنصح ان لو عندها اي مشكلة بايت شي هو ولا يعرف يساعدها. ساعتها بايت شي بيعمل مشروب سحري بيضيف له منطقته السحرية فبيتحول لللون الازرع. بس فيو هو مش بتشرب وبتطلع الخنجر وتجرح بي نفسها. وفيو يو بايت شي بيستغربه. مين اللي هي بتعمله اصلا. خصوصا انها عملت كده علشان تثبت لفو يو انها شيطان ويقتلها. بس بايت شي بيقول لها ان الشياطين والوحوش لما بيشوفوه بيهربوا منه. اللي بخليها مصممة للدرجة دي على الاموت. ساعتها فو مش بترد عليه وبتخرج من المكان بسرعة. في الوقت الحاضر فو هو بتشرب المشروب اللي عمله بايت شي علشان تحس بالسعادة وتنسى الزكريات المؤلمة. اما فو يو فبيحاول ان يحزرها منه. بس فو هو مش بتهتم بكلامه وبتقول لبايت شي انها عاوزة حاجة تنسيها الواقع وترجعها للماضي. بتحكي لهم على ابنها اللي بيعاني من مرض خطير. وفو هو مش قادرة انها تعمل حاجة علشان تعالجه وتحميه. فلما بتشرب هي وفو يو فجأة بيرجعه للماضي. كان هو وبايت شي بيرقب وفو هو ماشين وراها. علشان يعرفوا ايه مشكلتها. بس ما كانوش فاهمين ايه حكايتها. وليم تحوطى بهالة من الطاقة الشيطانية الضعيفة. مع انها مش شيطان. منشوف وفو هو مشى في القرية ومجموعة كبيرة من الاطفال ماشيين حواليها. بيتريوا عليها وبيقولوا انها شيطان وبيعلاوا على ظهرها ولا على اساس انها تعويزة سحرية علشان تقتلها وبيجروا. كان من ضمن الاطفال دول ولد صغير اسمه شياو. اول ما بيتكعبل وبيوع فو هو بتخاف عليه جدا. وكانت بتقرب منه علشان تساعده. بس بتترجع في اخر اللحظة. وابو سونج ييه بيزهر وبيبعد عنه وبيمشي. كان كل سكان القرية بيكرهوها وبيتجنابوها. وبايتشي وفو يو علشان يعرفوا ايه حكايتها بالزبط. فو يو بيتنكر في هيئة ولد صغير على اساس ان ابن بايتشي بروح يتكلم مع سونج ييه ويطلب منه المساعدة علشان هو مسافر ومحتاج مكان يرتاح في الللادي. ساعتها سونج بياخدهم معا بيته وضيفهم. وبايتشي بيستغل الفرصة بيسأله عن فو هو. وللناس بيقولوا عليها شيطان. وقتها سونج ييه بيفجؤهم بيقولهم انها تبا امه. وانها من ثلاثين سنة كانت تابت وكانت على فراش الموت خلاص. يعني الصبح تصبح ميتة. كان يوم بيتفاجه ان امه جاية وكلها صحة ونشاط وانها كانت تعبنة اصلا. وبيعرفوا انها خرج بالليل راحت مكان سحري ورجع بالحالة دي. بس من وقتها وهي مش بتقرب من سونج ييه. ولا بتلمسه ولا حتى بتحضنه مع انه ابنها الوحيد وبتحبه جدا. ومع الوقت كان سونج ييه وابوه اقتنعوا ان دي مش فو هو الحقيقية. وانها شيطان رجع في الليلة اياها بدل فو هو. ومن وقتها وكل القرية بتقول عليها شيطان وبتنمره على سونج ييه بسبب كده. ساعتها فو ييه كان بيسمع الحكاية وهو متأثر جدا. علشان ده بيفكروا بامه. لا نعرف حكايته. معاها بعدين. فو هو وقتها بتحكي لهم على انها رجعت الكهف السحري وتمنت امنية انها تتحسن وترجع لها صحتها وامنيتها تحققت. ومفرحة سونج ييه بيها بيجري عليها يعضنها. بس فو هو بتبعده عنها وبتقوله انه ما ينفعش يلمسها لانها بتحوطة بالطاقة السحرية ولو لمسها دلوقتي هتموت. منعرف ان فو هو لما راحت الكهف وتمنت الامنية ظهر لها روح سحرية بتحقق لها وامنيتها. لانها اول واحدة تيجي المكان ده وتتمنى حاجة غير الصراء والاولاد والجواز. بتبقى لشرط الروح السحرية واللي كانت انها هتعيش للابد. في مقابل انه عمرها ما تلمس اي حد من اللي بتحبهم. ولو حصل هيتحولوا الحجر. كمان لو قالت لحد على السر ولا الاتفاق ده هتموت. وهم كمان هيموتون. فو هو علشان تكون جنب ابنها بتوافع على انها تكون جنبه وتشوفه ويقبله الدم عينيها من غير ما تقرب له. ما تعرفش انها ترجع تندم على القرار ده وتتمنى الموت لانها مش هتقدر تتحمل ان ابنها هيكون تعبان او بيه اي حاجة وهي مش قادرة اصلا تقرب له وتعتم بيه. لان التمن في اللحظة دي هيكون حياته. اطفال فيه وتنمرهم عليه بسبب امه وانهم بيقولوا عليها يا شيطان. فو هو مش بتقدر انها تلمسه وتعالج جرحه. وبيتعلمه يعمل ازاي وازاي داوي جرحه وبنفسه. مع الوقت كان سونج يي بدأ يكرهها لان ابوه برضو مات قدامهم وهي ما حاولتش حتى انها تساعده. لما هو في فخ الصيد وماته وبيستنجب بيها وبيطلب مساعدتها. في الوقت الحاضر كانت فو هو بتحكي لفو يوم عن ابنها وبتقوله انها بالرغم من كل المجود اللي بتعمله علشان تخليه احسن الناس. اشتركت له في دورات تعليمية وكرسات برمجة ورياضة وغيره. مع ذلك مش بيحبها وبتعامل معها بطريقة مش كويسة. وحركته كانت زايدة. ولما عرضته على دكتور الشخص حالته اكتشفت المرض اللي عنده وانه كمان بيعاني من قصور الانتباه. وده بسبب سوء التربية. بتعرف ان الغلط من البداية كان غلطها. وانها قضت كل هتاف انها تشتغل وتوفر له حياة كريمة. وكانت النتيجة انها بعدت عنه وشخصيته تأثرت بشكل كبير. فوهو بتنهار وفي اللحظة دي فو يو لما بيبصلها بيشوفها على انها ستة عجوزة. فبيستغرب مع انها لسه من ثانية واحدة كانت بنت في الاشرينات وجميلة جدا. بترجع تاني لمزهرها الشاب ساعتها فو يو بيوسيها وبيطمنها. وبيرجعوا للماضي وبيقرر باي تشي وفو يو نوم يعرفوا الحقيقة اللي فوهو مخبيها. وليه مش بتقول السبب اللي مناعها من انها تقرب لابنها وعالتها. ساعتها بتجيله فكرة وبتتفق مع باي تشي على انه يتحاول لطفل صغير ويخدع فوهو. انها تتعامل معي اطفال في القرية وبترمسهم عادي. اللي ابنها وعالتها. فبتشك انها بتتغزى على قواهم الروحية وبتمتص طاقتهم. بس تاني يوم بيروح هو. وهو في هيئة الطفل ويستنى قدام بيت فوهو. وبيعمل انه تهمن ابوه علشان هي تساعده. ساعتها فعلا بيحصل زي ما توقعه. فوهو بتاخده يستنى عندها في البيت وبتجيب له اكله وتحتمي بيه لغاية ما بيتطمنه وبتسيبه وبتروح تدور على ابوه. ولما بايت شي بيتأكد انها ميش بيدخل البيت وبيعرف من فوهو ايه اللي عرفه. وفوهو بيقوله انها انسانة طبيعية جدا ما فيش عندها القوة الشيطانية. كل الحكاية هالا ضعيفة جدا زي ما تكون بتحميها. وبايت شي بياخد باله من صندوق خشب لما بيفتحه. بيتفاجئ. بيلهو في صندوق ده تذكرات من طفولة سونجي ايه او السنة لبنية وقعت لي اول شعر اصوته لامه وكمان الالعاب اللي كانت عاملها له. فجاب يسمعه فوهو جاية فبايت شي بيرجع الصندوق مكانه وبيختفي. وفوهو لما بتدخل بتعتزل لفو يو على شامل ايتش ابوه. ساعتها بيسألها لو كان عندها عيلة واولاد. وبيروح ياخد الصندوق. ساعتها فو يو في لحظة بتخطف منه الصندوق ومش بتخليه يفتحه. وبتقول له انه غالي جدا عليها. بعدها فو يو بيخرج بالليل وبيقابل بايت شي اللي كان بيتاري عليه علشان الطريقة اللي كان بيتكلم بيها هو طفل. بس فو يو بيتدايق. كان ساعتها بيفكر في طفولته وانه امه زمان وطفل كان عندها صندوق زي ده بالزبط بتحتفظ فيه بذكراتها معاه. اول سنة يوقعها والالعاب بتاعته واحد كزا. بيهرف ان فو هو بشرية عادية جدا وبتتصرف كأم. بس لسه مش قادر يفهم. ايه السبب اللي يخليها توصل للمرحلة دي. ولي مش بتكبر في السنة وشكلها سابت زي ما هي من تلاتين سنة. ساعتها بتقوم خناقة بين فو يو بايت شي علشان فو يو بيتاري على بايت شي وبيتهمه انه شيطان مايفهمش في المشاعر الانسانية. كان رد بايت شي على انه زي ما بيتهمه انه ما بيفهمش في المشاعر الانسانية هو نفسه. ما بيفهمش مشاعر الشياطين وشايف انهم كلهم بلاء لازم يخلص العلم منه. بايت شي بيقوله كمان انه مفيش اي حد في العالم عنده استعداد انه يكون صديقه او حتى يتكلم معي غير هو. غير هو التنين الشيطاني بتكبر الخناقة بينهم وبايت شي بيسيبه وبيمشي من البوابة السحرية وبيرجع على المطعم بتاعه. اما فو يو كان حزين والاول مرة من سنين يحس بالوحدة بالشكل ده. وفي الوقت اللي بايت شي بيرجع على المطعم كان بتعصب جدا ومتدايق وبيطرد كل الموجودين. فو يو كان رجع لفو هو صريحة انه هو الولد الصغير. وبيطلب منها انها تصق فيه علشان يساعدها تقول الحقيقة. بس فو هو بتنكر اي حاجة. ساعة فو يو بيقولها ان الحالة اللي هي فيها مش شيطان ولا حاجة. وان فيه روح نعلت لها تقطة. والروح دي مرتبطة بيها. ولان اللي بتقوله ده كان صح فعلا. والروح السحرية بتهدد فو هو بتقول لها انها لو تكلمت معاه كلمة كمان ولا ردت عليه هيئتي لها. ففو هو بتخاف وبتطرده وبتقول له. المفروض ما كانتش راحة مطعم الشاطي من البداية اصلا. فو هو بتخرجه بسرعة من البيت وبتقفل الباب. وبعد ما فو يو بيمشي بيروح على بيت سونج يي وبيدخل يقابله. في الوقت اللي كانت فو هو خد بالها من انه سرع السندوق. فبتجري بسرعة علشان تلحقه قبل ما يوريه لسونج يي. بس كان فات الاوان خلاص. فو يو سلم السندوق فعلا لسونج يي. ويقوله ان فو هو امه فعلا مش شيطان ولا حاجة. والدليل على كده انها محتفظة بكل حاجة تخصه. طبعا السندوق ده الكنز بتاعها. سونج يي بيفتكر اللحظات اللي امه قضيتها معاه في طفولته. لما كان وسوعة ده قبل ما اللي يحصل ده يحصل. فجأة بتدخل فو هو بتخطف السندوق بسرعة. وسونج يي بيتخانع معها علشان ظهرت في بيته تاني وبيتهم انها ضمرت حياته. فو يو باب يحاول يقنعه يقول له ان دي امه الحقيقية مش شيطان زي ما هو فاكر. بس سونج يي مش بيسمع له اصلا وبيعجمها بيفكرها بكل المصايب اللي حصلت في حياته وهي كانت بترقبه وشايفاها من غير ما تساعده. وكل ده كان بسببها اصلا. بيتهمها ان قلبها حجر. وبيكتشف انه عارف انها امه فعلا. بس بيعملها بالشكل ده علشان الناس بيتهموها بيه. وكمان بقوا يقولوا عليه شيطان هو كمان. فو يو كان متفاجئ من الموقف ومرد فعله. فو هو بتزعق له وتسأله لو كان ارتاح كده وهو فاكر انه بيساعده. بس بالحيانه دمر كل حاجة بتاخد صندوق زكريتها وبتمشي وهي حزيمة. في الكام يوم دول بقى كان بيتشي حزين والكل ملاحظين انه من وقت ما قابل فو يو واتغير واكتسب صفات بشرية مع انه في الاول ولا كان بيفرق معا اي حد بس فجأة بقى حسس بالوحدة لانه الاول مرة من سنين يحس بمعنى الصداقة اللي بجد. ساعتها فو يو بيدخل من باب المطعم والشياطين اول ما بيشوفوه اللي بيهربوا اللي بيغمى عليه ويرتحاليتهم كلهم سيئة لغاية ممزار في دقيقة واحدة ويمكن قال ايه المطعم فضي مفهوش غير فو يو وبايتشي. فو يو بيعتزل لبايتشي وبيقوله انه بقاله تامن ساعات ماشي على رجلية علشان يوصل المكان هنا. وانه من غيره ببهده. فغمضة عين بيفتح بوابة سحرية انه لحظيا لأي مكان هو عاوزه. بيقول على اللي حصل وانه واجه فو يو بابنها سونجي. بس كانت النتيجة غير مكان فاكر خالص وانتهى الحال بمشكلة اكبر. ولما الاتنين بيفكروا مع بعضك انا بيحاول انهم يوصلوا للسبب اللي خلى فو هو بالحالة دي. ساعتها فو يو بيصارح باي تشي وبيقوله ان تربع على ايد شيطان. وانه امه نفسها كانت شيطانة بس ابوه كان انسان. وانه تربع لانه شيطان الفراشة. باي تشي اول ما بيسمع المعلومة دي بيتصدق. مش بيعرف يستوعب. بقى اقوى واختر صليات شيطان في العالم. يبقى هو نفسه نص شيطان. طب ازاي كده? فيو يو بيحكى باي تشي وبيقوله انه امه كانت شيطانة الفراشة وهي اللي ربطه. وكانت بتاتني ليه وبتحبه طول تمنتاشر سنة. بس فجأة ايوم عيد ميلاده التمنتاشر بتاخده عند المنحضر الجبلي وبتقوله انه نهار ده هتعلمه الطيران. ولانه بيسق فيها بيسمع كلامها وبينط من على الجبل. وبيطير شوية على قده. مع انه كان بيخاف من المرتفعات اصلا. بس تشجيعها له اللي بيخليه ياخد الخطوة دي. المفارعة الغريبة بقى انه اول ما باقه في الهوى وبيطير امه بتسيطر عليه وبتقيده بقوائي الروحية. وبتظهر على حقيقتها في اللحظة دي. لما تطلب منه اللي سلمها جوها الروح هو. لان جوها الروح لحجين الشيطان هو للمفتاح لعبور بوابة الهوية للعالم السعري. وما ما كاريتش عارفة ولا اي حد كان يعرف ان جوها الروح. محدش هيارف ياخده بالقوة. اللي ازا هو سلمه عن طيب خاطر. ولما امو بتدرك النقطة دي بتحدده انها هترميه من على الجبل. لو ما سلمهاش جوها الروحه. بس هو مش بيخاف من تحديدها ومش بيسلمها جوها الروحه. ساعتها بترميه من فوق الجبل ويبتصرخ انها بتتمنى له الموت. لما اكتشفت ان جوها الروحه هيموت معاه ومش هيخرج منه بالقوة. بقى من حصن حظه بيعفو بحيرة ومش بيموت. من بايتشي بيسأله عن امه ايه اللي جرالها. فويو بيقول له انه ما شافهاش من يوم اللي حصل ده. ولو فكره بكل ده ان شاف فوهو مع ابنها وحسب الغيرة علشان علاقته مع امه اتضمرت. المهم ان بايتشي فويو بيتصلح وبرجعوا يفكروا في طريقة يساعدوا بيها فوهو وابنها. في الوقت اللي كانت فوهو نايمة وفجأة بتحلم. وتشوف نفسها في الكهف السحري. والروح السحرية بتكلمها وبتهددها وبتقول لها انها مش بتحلم ولا حاجة. بتقول لها انها وفقت على انها تحقق الها ومنيتها في مقابل انها تفضل مع الروح السحرية للأبد. ساعتها فوهو بتتصدم وبتقومها في زوعة من نمها. فوهو لما بتقومها في زوعة من الكبوس ده اول حاجة بتدور عليها هي السندوق ولما بتلاقي جنبها بتهدأ وبتطمن. ما يتشي بيعرف من فويو ان فوهو عامل اتفاق مع كيان سحري علشان يديها الصحة وتكون جنب ابنها طول العمر في مقابل انها ما تلمس اي حد من اللي بتحبهم. كان لازم انهم يتحركوا بسرعة ويروحوا القرية علشان يدوروا على المكان اللي راحته فوهو في الليلة اللي اتغيرت فيها. ساعتها بايتشي بيسأل فوهو ايه اللي خلاه يمشي تامن ساعات ويقدر يطير ويوصل في وقت قليل جدا. وفوهو بيقوله انه بيخاف ان المرتفعات ومش بيعرف يطير على السيف كويس. ولما بايتشي بيسأله على امه. لو كان كرهها بعد اللي عملته معه. فوهو بيفجبته بيقوله. لو كان ينفع كان رجع ليوم عيد ميلاده الثمنتاشر ودالها جوهر قوة الروحية زي ما كانت عاوزة. بس ما تبعتش عنه. في الوقت ده كانت فوهو اتفاجئت بسوجي جايبتها لأول مرة استنجت بيها. علشان مش لاقي ابنه شياو كان بيدور عليه. الاتنين بيقلبوا القرية حرفيا وبيدوروا عليه في كل مكان. بس مش بيلقوه. بالصدفة بيعرفوا من اصحابه انهم كان بيلعبوا عند البيت المهجور. واتحدوه انه يدخل هناك لوحد وقتها فوهو بتسمع صوت الروح الشريرة وهي بتقول لها انه عمل كده علشان تفضل معاه للابد. ففوهو بتعرف مكان شياو بتجري على هناك من غير تفكير ومن غير ما تقوله سونج حتى. ساعة لما بتدخل البيت المهجور بتلاقي شياو بس بتتفاجئ انه لبسته الروح السحرية اللي كانت مسيطرة عليها وبتحقق لها من نيتها. لها اول مرة الروح الشريرة بتتكلم معاها وبيقول لها انه موجود في المكان ده بقى له مئات السنين وجي الوقت اللي يخرج من هنا اخيرا. وانه اهله كانوا طلبوا من انه يستناهم هنا على ما يرجعوله. بس استناهم سنين ومحدش زهر ولا رجعوه. وانه زهق من الوحدة والخوف واللي كان حاسس بيه طول السنين دي. في الوقت ده كان بايت شي وفو يو وسط القرية وبيعرفوا ان الشياو مفقود. ساعتها بايت شي بيستخدم قويته السحرية. وبيتتبع اصل الطاقة الشيطانية اللي كانت على فو هو. المرة دي بايت شي بيطير. فو يو مش بينتقلوا من خلال البوابة السحرية علشان يعودوا على الطيران ويكتسب ثقة في نفسه ما يخافش تاني. فو هو كان بتتوسل للروح انها تلبس جسمها هي. وتسيب شياو يمشي. بس الروح بترفض لان روح ولد صغير ما ينفعش يدخل في جسمها اي حد غير طفل صغير. ولما بيعرف ان الشياو حافدها بيهددها اكتر من اول. وكان هيلمسها. بس هي بتبعد عنه علشان شياو ما تجرحش. ولما الشياو بيجي خارج من البيت مش بيقدر وكان فيه حاجز من الطاقة بيمنعه. ساعتها كان بايت شي وصلوا وبيدخولوا من حاجز الطاقة. من غير ما يتقزوا. وساعتها بنعرف ان الحاجز ده مع همول علشان الروح الشريرة ما تخرجش للعالم. ولما بتهجمهم بو يو بيرد عليه ضربته وبيتصبيها. واته بايت شي بيقول له ان الوحد اللي قاطعه في الحياة بلما يموت هو اللي خلى روحه متعلق في العالم بتاعنا. ونضغينا واحساسه بالوحدة او اللي حاولوا الروح حجرية. ولما الروح بتعرف انه مش هيخرج من هنا ابدا مهما عمل. اللي ازا عمل الحاجز اللي هو كسر. بينهاره بيبكي وبينادي على ابوه امه. ساعت ابو يو بياخد ذكريات الروح وبيشوف كأنه كان موجود معاه في اخر وقته. بيعرف ان الروح دي لطفل صغير كان تعبان وعنده حمه جديدة. وابوه امه كانوا اخدينه ورايحين للطبيب بالقرية التانية بالليل. لما فجأة بيظهر لهم خنزير بر بيعجمهم الاتنين. ساعتها الاب والأمه بيستخبوا لغاية ما يطمنوا شوية. ويسيبوا ابنهم ويخبوا بالاشجار ويعودوا انهم هيرجعوا له تاني. بس يأمنوا المكان الاول. فعلا الولد بيستنى مكانه مش بيتحرك. هو اصلا ما كانش بيقدر يتحرك لانه كان تعبان جدا. وده كل اللي حصل للولد. ساعت ابو يو بيقولوا ان لا ابوه امه. بنتظر رجوعهم. وفي اللحظة دي سونج بيظهر وبيجري على الشياو ويطمن عليه. بس بيتفاجئ بالروح للبسته اللي بيتكلمه. وروح الولد الصغير كانت كلها غضب ان الشياو ابوه جي يجري يطمن عليه وكان هيتجنن. انما هو استنى اهله سنين من غير فايدة. وعشان باينتين من الكل بيلمس فوهو علشان شياو يتحجر. ويتحاول لحجر. وفعلا بيبقى تمساء الحجري. ساعتها فوهو بتوسل لبايت شي انه يساعدها وينقش شياو. بايت شي بيقول لها انه هيحاول وان الحل علشان شياو يرجع للحياة انهم يكسروا اللعنة اصلا. لان اللي عليها دي لعنة. فوهو بتقتزل لابنها على اللي تسببت فيه. وان كل الحكاية انها ما كانتش عاوزة انها تفترق عنه وتشوفه وبيكبروا قدام عينيها. فوهو علشان يكسر اللعنة كان لازم يكتل لفوهو. وفي اللحظة بيسحب السيف السحري وكان يطعنها بي. لقول ان سونجي بيمنعه بيقب بينه وبينها. والاول مرة من سنين يناديها امي. ساعتها بفوهو بيتأثر لان كل اللي عملته كان علشان الكلمة دي. سونجي بيتزل له وبيقول لها انه كان عاوز تواصل معها من زمان. بس ما كانش قادر انه يعيشته الحياته جنبها ومحتاجها. من غير الامان اللي كان بيحس بيه لما بس تطمينه وتحط ايديها على رأسه. كان الاسهل عليه ان يقول عليها شيطان وخلاص علشان العبء اللي كان شايله. وده بيتشي بيوجع عليها قوايا روحية وبيخليها تبخر. اما فوهو فبيكسر الحاجز اللي كان مانع يروح الولد من الخروق. ساعتها بيطلب من روح الولد اللي كانت لسه في التمثال الحجري لشياو وبيقول له يخرج علشان يقابل ابوه وامه. ساعتها الولد الصغير بيخرج وبيشوف ابوه وامه وبيختيفي معاهم. اللي عنها بتطرفع وشياو بيجع تاني لحالته الطبيعية. بس فجأة بتظهر فوهو تاني في سنها المناسب كجده. والاول مرة من تلاتين سنة تقدر انها تحضن سونجيي وتطمن لوجوده. وشياو كان فرحان بيها جدًا. بايتشي فوهو بيرجعوا المطعم في الوقت الحاضر. وكان فوهو لات ابنها بيتصل بيها وبيقول له انها وحشته جدًا وعاوز يشوفها بسرعة. فبتخرج وهي مبسوطة. بعدها بنشوفه قرية الجبل كان فيه ولد صغير بيلعب وبيعها مرة وحدة. بس الغريب انه مش بيتقلم. لانه الظهور اللي هوية عليها كانت ظهور سحرية. كان وايب بعيد شيطان الرياح واللي هو كان بيتحكم في الظهور وبيحمل ولد. ساعة الولد بيخاف وبيرجع على بيته جاري. في الوقت الحاضر كان فويو في المطعم وبيسأل بايتشي عن سر تسميط المطعم ووجود اسم الشياطين عليه. ساعة بايتشي بيقول له ان السبب. في ده الكائنات السحرية من عالم الشياطين. اللي بيحكمهم في مكان بين الزمان والمكان. وان المطعم بتاعه ده بيخضع على قوانينهم. لشان كده فويو بيشوفها محات من الماضي والحاضر. والزمن مختلط عليه على الاخر. طول ما هو موجود. علشان المكان بره حدود ازا مكان. ساعتها بتدخل بنت كان باين عليها انها خارجة من المستشفى. فكانت لبسة لبس المستشفى. اول ما فويو بيشوفها بيحاول ان يحذرها من بايتشي. بس هي مش بتهتم. كان الجاية تشرب قهوة في المطعم القديم لخطيبها. بيعرفوا منها ان المكان ده كان ملك خطيبة. حتى ان اسمها محفور على واحد من العمدة لغاية النهاردة. وكانت مبسوطة جدا ان بايتشي. لما جاي حدد المكان. ما مسحش اسمها والكلام مكتوب ليها. البنت كان اسمها سو. خطيبها كان اسمه سي. اول ما سو بتشرب من القهوة اللي عملها لها بايتشي. كان فيها مادة سحرية برضو بترجع للماضي. حتى بو يو بيشرب هو كمان من القهوة دي زيها. وفي لحظة. وقبل ما ينزل الكوباية بيلاقي نفسه في الماضي. في عالم الشيطين والمطعم من حوالي كله شيطين. اصدقاء بايتشي. بو يو كان متفاجئ. واحد من الشيطين الاسماك بيهزر معاه. بس الكلام مش بيعجب بو يو اللي بيهدده انه حيشويه. ساعتها الشيطان السمكة بيقول له. وانت بتشغل بالك بشيطين تفهزين ليه. ما تروح يا عم تشوف الشيطان الشرير اللي حبس قرية بوشان كلها في حاجز طاقة. وما حدش عارف لا يدخل ولا يخرج منها. بايتشي فويو لما بيروحوا للقرية بيلاوا ان كلام الشيطان السمكة صحيح. وفي حاجز من الطاقة. بيحب القرية ومش اي حد بيعرف يعدي منها. بس لان بايتشي هو الشيطان التنيني وبيمتلك قوة سحرية كبيرة بيقدروا يعدوا سوا وبيدخلوا القرية. اهل القرية اول ما بيشوفوهم بيتفجؤوا بيحاول يخرجوهم من القرية علشان ميحصل لهمش حاجة. وان الشيطان الشرير هتقتلهم. ساعتها واحد من الشباب بيتدخل وبيقولوا ان يسوهم مش شرير. وانها بنعرف ان القصة المرة دي بتاعة المنت اللي خرجت من المستشفى سو. الناس لما بيعرفوا ان فويو صياد الشياطين بيرحبوا بيه. بعد ما كانوا بيحاولوا ويخرجوا من القرية. ولما الاتنين بيمشوا في القرية يدوروا على اي دليل كانوا على حافة الجبل. مفاجأة قوة سحرية بتنميهم من فوق الجبل. في اللحظة دي فويو بيفتكر امه لما حدفته من فوق الجبل وسبته يموت. من حصن حظ فويو نباي تشين. كان معاه وبيطير بصلعة وينقذ فويو وينزلوا الوادي. في الوقت ده بتظهر لهم سويو الشيطانة وبتهاجم فويو. وبتقاتل معاه بالقوة السحرية علشان رفض ان يخرج من القرية. هو كمان كان عاوز انها تتراجع وتحرر اهل القرية من الحاجز. بس سويو كان قوية جدا. مفيش ولا تعويزة من بتوع فويو تأثر فيها. وفي لحظة بتختفي زي الهواء. لما بيجعوا القرية بيتكلموا مع الشاب اللي كان بيدافع عن سويو. بعد ما بيقودوا عليه لما بيلاقوا بيسمم القوضة علشان يخضرهم ويخرجهم برا القرية. بيعرفوا منه ان سويو كان البنت عادية جدا. يتيمة. واللي ربها الطبيب القديم. وعلمها الطب والاعشاب السحرية والعلاجية. ومن بعد موت الطبيب وهي باية الطبيب الرسمي في القرية. وكل الناس كانوا بيلجوا ليها علشان تعالجهم. وهو نفسه تعالج على قديها. في الوقت ده كانت سويو في الجبل. بتفتكر حبيبها سي. وبتفتكر اول مرة قبلته. نعمه في يوم كانت في الجبل بتجمع العشاب. وكانت هتعمد على الجبل. بس سي كان موجود وبينقص حياتها. سويو من اول ما بتشوف سيو بتوعفو حبه. بس سويو مش بيهتم بيها وبيسيبها وبيمشي. كل اللي بيقول لها عليه هو اسمه وبس حتى كانت عاوزة تعرف وساكن فين بالزبط علشان تجيب له اكل شكرا منها على انه انقص حياتها بس سي بيقول لها انه مالوش بيت وبتجول في الجبل وبس بالوقتي ما بترجع البيت ويا ما كانتش ببطل تفكير في سي حتى انها بتستمنى الادوية اللي كانت بتحضرها على النار وبعدها بتكتب رسالة وبتروح للمكان اللي سي انقزها فيه وبتسيب له الرسالة لما بتنادي عليه ومش بيظهر لها كل يوم سو كانت بتكتب رسالة وبتسيبها لسي في نفس المكان وفي ليلة واحدة من اهل القرية بتيجي تقول لها ان ابن العمدة هيتجاوزها وسو كانت بتفكر في سي ومش بركزها معها هي بتقول ايه اصلا وتوافق في النهاية وهي مش عارفة وفقت على ايه وعلى ما بتدرك اللي بيحصل بترفض انها تتجاوز من ساعتها ابن العمدة بيجي وبيتخاني معاه وبيقول لها ان دي حاجة هي ملاش فيها رأي وانها وانه هيتجاوزها يعني هيتجاوزها سي لما بيلاقي سو كل شوية بتسيب له رسال ما كانش بيرد عليها في الاول بس في الاخر بيسيب لها رسالة يقول لها انها لازم تنساه ومتبتكروش تاني ولما سو بتيجي رجع بيتها بالليل ابن العمدة مجموعة من اصحابه بيختفوا سو يخدروها وبعد شوية لما بتفوق بيتلاقي نفسها لابسة زي الزفاف والكل بيستعدوا وبيجهزوا للزفاف بره ساعتها سو بتهرأ بس هتروح فين بتلاقي اهل القرية وراها بيطردوها لغاية ما بتوصل لحافة الجبل بتختار انها ترمي نفسها وتموت ولا انها تتجاوز ابن العمدة ساعة اهل القرية بيرجاوا على بيوتهم جارب وسو كانت وعد في سفح الجبل وبتنزب بين الحياة والموت تاني يوم سو بتفوق تلاقي نفسها في كامل صحيطة وسي هو اللي انقص حياتها ونقلها من قوط الروحية سو كانت فرحانة جدا انه انقص حياتها لسه هو بيسيبها وبيمشي هو بيقولها انها لازم تنساه وبيظهر لها حياته ان هو الشيطان الظهور سو ما كانش فارق عندها هو انسان ولا شيطان كل اللي كانت بتفكر فيه انها بتحبه وان هو اللي بينقزها كل ما يكون في خطر يعني هو الوحيد اللي هيعرف يحميها سي بيوضح لها انها لازم تبعد عنه وتنساه لان حياة البشر غير الشيطان فبيختفي ساعتها سوف تقف متصمرة مكانها ويابتفكر هي ليه قبلته من الاول او ليه هو انقزها الغريبة انها لما بكح بيخرج منبؤها ظهور سحرية في الوقت الحاضر كانت سو بكحة برضو بتحكي البيت شي وفو يو انها تعبانة وخطيبة هو اللي دخلها المستشفى وانه اتوى ما تعرفش عنه حاجة وما سدات انها تيجي المطعمة هنا علشان تستعيد ذكرياتها معاه في الماضي او الواقع التاني كان صديق سو بيحكي البيت شي وفو يو وانه بعد اللي حصل لسو الكل افتكروها ماتت هو قابلها تاني يوم في الغابة وشافها كويسة جدا بس اللي كان على رقابته غصن شجر المزميلو بيشيل الغصن من على رقابتها بيتفاجئ انه سحري وبيهرغ غصن تاني من رقابته في نفس المكان الراجل بيجروا مرعوب يحذر اهل القرية من انه سو شيطانا وبيت شي بيعرف ان في الوقت اللي كان راجع القرية مع سو بتحكيله على سي ويدوب بيدخولوا حدود القرية وبيتقفل من حواليهم حاجز الطاقة لما بيرجعوا القرية الناس بيقبضوا عليها وبيكتفوها بيولعوا فيها النار علشان يحرقوها ويخلصوا من شرها مع انهم عارفين انها مش شريرة والعمرها قزت حد منهم بعدها فويو بيعمل تعويزة علشان يشوف اللي كان صديق سو شايفه ويحاوله يتلوه ويشوف بعينه يعني ايه فويو بيشوف ان اهل القرية كان عاوزين يحرقوا سو علشان خايفين منها وبيولعوا فيها فعلا بس في اللحظة اللي النار بتمسك فيها بتظهر الظهور السحرية اللي سي بيتحكم فيها وبتطفي النار وبتنقص سو وهو سي نفسه بيظهر بين القوى الروحية لسو بعدما بيحررها وبالبخر وبيقولها انه مش بيحبها ولازم تنساه ساعتها سو بتفقد السيطرة على قوى الشيطانية الكبيرة وكانت عاوزة تنتين من اهل القرية وتقتلهم كانت بتصرق ليسي عنقذها من الموت تاني لما هو مش عاوزها والقرية كانت بتوسلوا ليها علشان تعفوا عنهم وبلش تأذيهم لما بيت شي فويو بيعرفوا الحقيقة دي بيروح يقبل سو ويطلبوا منها رفع الحاجز من على القرية بس يبترفض وبيحاول انه يسيطر عليها بس سيها كانت قاوة منه وتتخلص من سحر وتغتفي وبالليل بيت شي فويو يتوصلوا لان سو بيحميها قوى سحرية غريبة وانه مش هيرافوا يقتلوها لان لا نار ولا مية ولا سحر بيأسروا فيها ساعتها بيفهموا ان سيها عايش وانه هو اللي بيحميها في الخفاء النحر الثانية كانت سو بتهدد بقاتل اهل القرية علشان تجبر سي انه يخرج لانه عارف انه لسه عايش بيت شي فويو بيخامنه المكان اللي مستخبي فيه سي وهو قاعة الأجداد وفعلا لما بيروحوا هناك بيشوفوه متنكر في هيئة ظهرة ساعته بويو بيناد عليه وبيقوله يخرج والأهل القرية هيموتوا سي بيظهر وكان شفاف لانه خسر كتير من القوى الروحية ساعته بيت شي بيديله من المشروب السحري بتاعه واول ما سي بيشرب منه بيرجع لجسده الطبيعي تاني بيعرفوا منه انه جزر السحري موجود هنا في الجبل وعلشان كده هو ما يقدرش يبعيك كتير ولا يخرج من القرية ولو خرج فعلا كل الأزهار والنباتات هتموت لانه مرتبب بيهم وبيغزيهم بقوى السحرية ما كانش قدامه غير انه استخبه هنا على عمل انه سو تفتح ألاف يوم وتدرك اللي بتعمله ده غلط لسه ما كملش الجملة وبيلاقي سو وقفه قدامه وبتتخاني معه وتسأله لو مش مهتم بيها ليه انقذها كل المرات دي بصراحة بانه كذب عليها لما قالها انه مش بيحبها سيبي صراحة انه انقذها علشان هي تشبه حبيبته الأديمة حتى ان اسمها هو سو برضو وبالرغم من ان سو عرفت الحقيقة وانه بيحب واحدة تانية ماتت من سنين الا انها كانت بتحاول تقنعه انه يكمل حياته معها وانا ليه انقذها هي اصلا هتامل ايه دلوقتي وهي لا باعت انسانة ولا باعت شطانة واهل القرية بيهجموها بيلموها على ما بيحصل وانه كل ده غلطها ساعة سو بتهاجم بايت شي وقواهم السحرية بتتعارض ساعة سو بتفهم انها مش مهمة عند سي اصلا وقتا اهل القرية كانوا وصلوا وبتهمسوا انها سبب الخراب بس هي بتتعصب عليهم وتوجههم بانه كل اللي حصل معاها كانوا هم اللي السبب فيه لانها كانت بتساعدهم هم ولما وعت من على الجبل وقبلت سي كان بسبب انها بتجمع العشاب السحرية علشان تعملها ادوية ولما كانوش حاولوا يجوزوها بالعافية من ابن العم ده ما كانش كل ده حصل وكانت هتهاجم الناس بس سي بيوقف قدامها علشان يفادي اهل القرية ويحميهم منها ساعة سو بتهاجمه بتصيبه اصابة جديدة وبتتوعد اهل القرية انها هترجع لهم تاني وهتقتلهم كلهم وبايت شي كان بيحاول ان يحمل اللي حواليه وبيطلب من فويو ان يتصرف بس فويو بيرجع وبيبعد عنهم لكل ما استغرب ان صياد الشياطين الآوى وايت بيتفرج مش بيعمل حاجة في موقف زي ده بس فويو بيفجعهم وبيكلم سوه بيقول لها انها مش بتمتع بقوة التدمير وان القوة اللي عندها قوة الحياة ومرأة ما هتقدر تأذي حتى لو حولت مليون مرة سوه بتتراجع وبتقدر شوية وبتسأل سي لو كانت حبيبتي القديمة تستاهل ان يضحي بحياته علشانها فبيقول لها ايوى ساعتها بتقوله وانا كمان هضحي بحياتي علشانك فجاء سوه بتتبخر وبتتحول لغصن زهرة وكل اهل القرية كانوا زعلنين عليها وانهم كانوا فهمينها غلط ودفعت حياتها تمام في الآخر بعدها بايو تشي فويو بيمشوا من القرية بايو تشي بيعرف من فويو انه عرف حقيقة سو من خلال كلام بايو تشي نفسه لما كان بيقوله انه ذاكرت الانسان انتقائية باختار اللي هيعمله على حسب مشاعره وفي حاليتها هي ما كانتش عاوزة تأذى اي حد غير انها كانت عاوزة تفسيره بس وفي الحاضر كانت سوه شكر بايو تشي على القهوة وانا رجعت لها ذكريتها القديمة وبتمشي وبايو تشي كاميركس في الجرس اللي على المدخل زي ما يكون مستني حد معين ييجي ونفسه انه هو اللي يحرقه عشان نعرف ايه سير الجرس ده والقوة السحرية اللي بايو تشي بيتمتع بيها استنونا في الحلقة اللي جاية لسه في مؤامرات كتيرة أبطلنا هيعيشوا فيها كده يخلص الفيديو بتاعنا النهاردة لو عجبك ما تنساش دعمنا باللايك والشيل للفيديو وما تنساش اشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل جديد بنعملوه اشتركوا في القناة